بو أناني هذا الموهب الذي كان في ألعاب البحر الأبيض المتوسط رفع الميدالية الذهبية مع الديكة وكان ينتظر في دعوة المنطقة بالوطني الجزائري دون تردد لم يستدعى بو أناني رغم عودته القوية إلى نيس إلى فارغ بل لومي ابن الأسطورة الأخضر وهو يمضي في البطولة الأنجليزية لم يتم استدعاء بل لومي أنا هنا تحدث عن المشروع قلت غياب المشروع يدخل في نفسي الكثير من الشكوك كيف نستدعي لأكهول ونترك الشباب وذكرك بأمور أخرى وهي كمعلومات وليس تحليل سواء شيبي أو بو أناني أو حجام أو الكثير من الأسماء أو أيت نوري أو عوار أو براهيمي بلاي براهيمي الشاب هذه الأسماء عاملة معها الناخب الوطني السابق على مدار سنوات كان ربما البعض الذي كان يطالب بحضوره للوقوف على العشب الطبيعي على فكرة نريد صور للعشب الطبيعي لمركز سيدي موسى لم نرى ولا صورة تدهور أرضي يراودني الشك بأن أرضيات مركب سيدي موسى ليست في أحسن أحوالها طيب أعود إلى الموضوع وأقول لك للذين كانوا يطالبون بالماضي بالصهر على العشب بالماضي كان يصهر على إقناع هؤلاء بمشروع رياضي محط أي نعم في السابق كنا نأتي ببعض اللاعبين بطرق سبونسورينغ وما إلى ذلك أنا لست ضد الفكرة لأن البعض يقول لك هؤلاء أتوا بالمجان والسابقين أتوا بسبونسورينغ لكل حقبة سياستها وأنا مع جلب هؤلاء بأي طريقة لأنها غنيمة من فرنسا لذلك هؤلاء الشبان بعدما انطلقنا في المشروع مثل ما قال جمال منذ قليل بعد الإقصاء من المونديال انطلقنا في مشروع جديد بدليل عد إلى القوائم التي أعدها جمال بالماضي سوف تجد على الأقل عشر اتنة عشر لاعبا من الأصناف الشبان ويمتلكون مواهب جد وعالية بدأ يعمل معهم جمال بالماضي أتدري كي عندما كانت المفاوضات مع هؤلاء اللاعبين ومع محيطهم كيف كانوا يتحدثون أتوقف عند هؤلاء اللاعبين لا أكثر ولا أقل شيبي وابو عناني شيبي هو ابن اللاعب السابق لوفاق السطيف المدافع شيبي وابو عناني هو ابن الحارس السابق لودات تيلمسان يعرفون جيدا هؤلاء من وضع الكرة الجزائرية عندما كان يتفاوض جمال بالماضي مع هؤلاء كان يتحدث على المشروع ترجمة نانسي قنقر